في هذه الفسحة من الأرض غرب كاركوك تم إعادة افتتاح مشروع ماء مكتب خالد الذي دمر قبل سبع سنوات نتيجة سيطرة داعش حيث سيغذي خمسة قرى محررة تابعة لناحية الملتقى هذا المشروع بطاقة 400 متر مكعب ويغذي أكثر من أربعة قرى التي هي كواز وتل الورد والوبيتر والعسلية ومجموعة هذه القرى تقريباً 18 ألف نسمة مجمع ماء مستقل عن طريق خط ناقل وشبكات تغذي هذه القرى فقط بالنسبة لليونيسيف كانت تعامل مع الحكومة المحلية في محافظة كاركوك وكذلك دائرة المياه في محافظة كاركوك لإعادة تأهيل هذا المشروع وهو الخطوة الأولى لتسهيل عودة العوائل النازحة إلى مناطقهم 18 ألف نسمة تعداد سكان القرى المستفيدة من مشروع الماء لكنهم لم يتمكنوا من العودة لغاية الآن فبيوتهم ما زالت مدمرة منذ انتهاء الحرب مع داعش قبل أربع سنين فالتعويضات الحكومية ودعم المنظمات الدولية لم تجد بعد طريقها إليهم والله الجميع يعلم أنه سكن الأهالي سكن غير مستقر بسبب عدم وجود الخذبات نعتقد بأنه بعد أن يصير الماء ويصير لديهم إمكانية في الحقيقة أهم شيء أنه ليس لديهم مساكن في الحقيقة الأهالي يحتاجون إلى مساكن نحن الآن نوفر الخدمة على عاتقنا بعض ذلك الأهالي إذن نستطيع نحتاج إلى مساعدة الدولة أو المنظمات في عادة إسكانهم إذن تم افتتاح مشروع ماء مكتب خالد دون حضور أحد من الأهالي الذين ما زالوا بانتظار التعويضات الحكومية لمنازلهم التي دمرتها الحرب من كاركوك محمد الصالح قناة دجل الفضائية